تعالى اقول لك ردود افعال السلاسي المستبعد تلاتة تحديدا هتكلم عنهم النهاردة اللي هم احمد عبدالقادر وصلاح محسن وكريستو بعد قرار استبعدهم من قائمة كأس العالم للاندية خاص لرقم 10 تعالى نبدأ باحمد عبدالقادر يلا بنا حالة كبيرة من الغضب سيطرة عالى احمد عبدالقادر منذ ثلاثة ايام خصوصا انه علم بخروجه من القائمة المنديالية من التسريبات اللي خرجت في الايام الماضية ولم يتحدث مع اي عضو في الجهاز الفني حول هذا الامر علما بان سامي كمصان المدرب العام هو الشخص الوحيد الذي تحدث مع عبدالقادر في الساعات الاخيرة في محاولة منه لتهدئته وامتصاص غضبه عبدالقادر تحدث مع وكيله في الساعات الماضية طلب منه البحث عن عرض جيد للرحيل في شهر يناير خصوصا انه يملك عروض شفهية من دوريات قطر وتركيا كما علم رقم عشر انه تم التفاوض معه من خلال وسطاء للانضمام الى الزمالك او بيرامدز صلاح محسن اقترب كثيرا من الرحيل في يناير بناء على رغبة من مارسل كولر الى انه يرفض تماما فكرة الدخول في صفقات تبادلية وتحديدا الدخول في صفقة انضمام عمر كمال عبدالواحد الاهلي من مودرن فيوتشر يميل اللاعب لفكرة اللاعب الاسموحة او السيراميكا كليوب بطرة خصوصا انه سبق له اللاعب بصفوفهم كما تم التفاوض مع اللاعب من جانب نادي زد والتالت هو محمد الضاوي كريستو اللاعب التونسي قرر الرحيل عن الاهلي بسبب خروجه من حسابات مارسل كولر وتحدث اللاعب مع وكيله في الايام الاخيرة للبحث عن عرض لتقديمه الى النادي الاهلي حيث اكد كريستو الوكيل واستحالة اللاعب تحت قيادة كولر وعلم رقم عشرة ان هناك تواصل تم مع اللاعب من جانب بعض الوسطاء للانتقال الى الزمالك سبع عشان ده يحصل لازم الاهلي يستغن عنهم اشتبه برضو ايه بتقولش كريم بيقول ايه كلامه خلاص يعني هم لو عرفوا يفسقوا عقودهم بالطراضي بتكلمت حدين على الاحمد عبدالقادر وكريستو ممكن ساعتها يروحوا النادي الزمالك بس ما تصورش او ما توقعش انه الاهلي يباعهم بشكل مباشر لنادي الزمالك دي جزئية